موسيقى مساء الخير على كل مشجعي ومشجعيات مهارات عظيمة أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقتنا طبعا النهاردة هنعمل مع بعض مهارات جديدة وهنشوف يعني خطوات كده لبعض الوصفات اللي حضراتكم تربطوها مننا أتمنى تنول إعجاب حضراتكم خلينا نبدأ نقول باسم الله ونقول هنعمل إيه النهاردة النهاردة هنعمل دبابيس الدجاج بس بدبس الرمان هي وصفة محببة عند ناس كتير جدا للحقيقة واتطلبت مني أكتر من مرة فأنا حبيت النهاردة أن احنا نعملها هي لذيذة ولطيفة ومختلفة شوية عما احنا متعودين دايما نعمل الدبابيس في نديها كوتنج أو نزلها في بريدنج ونزلها تتبقى يعني مقلية خلينا نشوف حاجة كده في الفرن برضو جميلة ولطيفة بتواب المحببة لنا نقول باسم الله ونبدأ دبابيس الدجاج بدبس الرمان عندي كيلو من الدبابيس الدجاج وعندي زيت معلقة كبيرة من الصلصة ربع كباية صغيرة من دبس الرمان حوالي 3 معالق كبار أو 4 معلقتين كبار من عصير الليمون عندي بابريكا وعندي كوركم بهارات دجاج كبابة صيني وزعتر توم بودر وبصل بودر وزنجبيل بودر ده حسب الرغبة لو مش حابين ممكن تستغنوا عنه ملح وفلفل وبصلتين شرايح أو جزر أو فلفل ألوان أو فلفل حار هنحطه كقاعدة حسب الرغبة الخضروات اللي تحت دي ترجع لحضراتكو بس البصل بيدي طعم حلو قوي مع الوصفة فبيبقى من حاجات الأساسية اللي مش بيه مش بنغيرها طيب أنا هبدأ بقى مع حضراتكو كده باسم الله وطبعا بشكر كل أصدقائنا متابعينا الكرام سواء من خلال الصفحة الشخصية شف عظيمة حمزي بالعربي وبنتظر كل أسئلة حضراتكو إن شاء الله يبقى فيه فقرة سبتة معانا كل أسبوع عشان كل الأسئلة اللي حضراتكو بتسألوها نجاوب عليها على طول مع بعض ويعني نتبادل كده لإيه الحديث سوا طيب أنا هاخد أول حاجة بولة كبيرة بسم الله الرحمن الرحيم البولة دي طبعا التبابيس إحنا اتفقنا برح لما سلقنا الفراخ مع بعض إحنا عملنا إيه إحنا قلنا إن الفراخ بتتغسل لازم في ناس بتخسلها بالطحينة مع لقتين طحينة هي الطحينة دي بتنفع مع البط قوي لأنه البط فيه زفارة زيادة شوية والسمان كمان لأنه فعلا بيأكل سمك فبيبقى فيه برضو في لحمه نسبة زفارة لكن مع الدجاج ممكن نعمل قوي الدقيق الملح الليمون وليس الخل طيب هاخد أول حاجة كده بسم الله الزيت معلقتين كده تلاتة وخليني أخد إيه سباتيولا كده وناخد بقى التوابل نحط من البابريكا بهارات الدجاج عايز أقول لكم البابريكا دي من الحاجات اللي بتحافز على الجلد جداً صحة الجلد وجهاز التنفسي والمناعة وبتثبت ضغط السكر كده نسبة السكر في الدم معانا بهارات ومعانا مدام سهير يا أهلاً وسعيد شوية كوركم مش كتير وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بصل بودر وطوم بودر أهلاً بيك يا فندم تسلم إيديك يا شيفة عظيمة تسلمي حبيبة قلبي ربنا يخليك يفند حاجاتك كلها فعلاً مميزة وكميلة حبيبك الله يسعيدك مدام سهير شكراً لزوء حضرتك والله كنت بس عايزة أستأذنك بس كنت عايزة أم أزير الكابسة من عناية حاعد الكابسة بالفراخ ولا باللحمة لا عايزها باللحمة حاعدر من عيني عناية هنزلها لحضرتك حالاً تسلمي مدام سهير طبعاً هي الكابسة يفضل اللحم الضقن يعني بتبقى ليها طعم اللي فيه العضم بتبقى جميلة قوي الحقيقة لأنه بنسلقها ولازم تاخد البوكي جرني بتاعها وانا هتنزل لنا المقادير على الشاشة كمان عشان خاطر حضرتك وبنديها مناكهات الحلوة لازم يتحط معها بقى الورق لورة والحبهان والمستكة وعود قرفة ولو فيه كمان قطعة من الزنجبيل بتنكه يعني كويس وجسط طيب الشربة أو المرق اللي بيتسلق فيه اللحم لأنه ده الأساس اللي هنسقي منه بعد كده الرز بتاعنا وهنحط اللحمة كمان فيه عشان تبقى مع بعض تقدر يتعمليها في حلة البخار أو في الحلة العادية على نار هادي هتبقى جميلة جداً وهنزل مقاديرها حاضر لحضرتك عندي عصير ليمون عصير الليمون ده مهم قوي بيدي مزازة حلوة كمان مع دبس الرمان يعني وقت ما بينزل الرمان ياريت نعمل دبس الرمان أنا لما جربت فأربعة كيلو رمان طلعولي بالزبط تقريباً يعني تقريباً كده بالحوالي نص لتر نص لتر دبس الرمان اللي أربعة كيلو رمان مفرط يعني طلعولي نص لتر دبس الرمان من ده بيوصل للمرحلة دي وبيبقى روعة وبيبقى جميل قوي لو الرمان عند حضراتكم مش قوي مش هيتاكل قوي أو مش تعملوه عصير يعني فيه ناس بتحب سعادة تعملوه في البيت لكن هو شراه هيبقى أوفر بس يعني أنا بقول للناس اللي بتحب بتعمله حطينا كل التوابل وحطيت الزعتر الزعتر ده من حاجات الجميلة جداً اللي مع الفراخ بيديها طعم وناكهة حلوة قوي بصوا بقى معلقة صلصة واحدة حطناها الكركم حطيت ملح وحطيت فلفل عشان كمان الكركم ما بتتفعلش لمادة الكركمين فيه إلا لما بيتعرض لمادة حرة تكون معاه طيب هاخد كده برضو شوية من معلقة كده في الأول من دبس الرمان المعلقتين الصوارين دول بمقام معلقة كبيرة بعدين هضيف تاني لما يجي أنزلها في التوابل دي هنقلب كده تقليبة حلوة وهي الحقيقة من الوصفات الجميلة بس أنا هعمل بقى حاجة هنا لما يبقى الدبوس كده يعني قدام حضراتكوا تحسوه ماشاء الله مليان بحب أعمل كده عشان تدخل اللحم هنا يتشرب يتشرب معانا لإيه؟ التدبيلة الحلوة دي تعالوا بقى نتكلم على دبس الرمان شوي دبس الرمان ده فيه فيتامين بي وفيتامين سي وفيه حديد وفيه كالسيوم وفيه يعني بيمد الجسم بكمية طاقة رائعة وبيحسن من عملية الهضم وبيخلص الجسم من السموم وكمان مهم قوي تخيلوا لمشاكل اللثة وبيحمي من الحصوات وبيعالج بقى الناس اللي عندهم نقرس بيأخر الشيخوخة بيعالج الإسهال مرطب كمان للبشرة بشكل جميل عايز أقول لكم دي فواية كتيرة جدا جدا دبس الرمان بنستخدمه في سلطات في تدبيلات زي ما حضراتكوا شايفين كده بنستخدمه فيه أنواع محاشي خلطات لللحوم والدجاج كل الحاجات دي يعني هو فيها بيفيدنا جدا وبيضفي طعم كده لذيذ وجميل جدا طيب أنا طبعا هاخد كده الدبابيس بقى الحلوة دي بصوا مندخل هنا كده طبعا كل ده علشان ندي فرصة الفرن عندي سخنة على حرارة 200 احنا غسلنا الفراخ دي باللمون وكمان حطينا مع التدبيل دي ليمون يعني كل التوابل الحلوة دي بصوا تدي لون أصلا لوحدها كافي ولسه هنصف شوية دبس الرمان لما نيجي ندخل نلقي الخليط الحلو ده في البايركس في الفول ومعانا أم إسلام حبيبتنا أهلا وسهلا أهلا بيك يا حبيبتي إزاي صباح الفل يا روح قلبي صباح الهانا حبيبتي إنت وميني أنا وميني أنا هو حبيبتي قلبي حبيبتي تسلم إيديك والله تسلم يا روح قلبي بارك لك يا حبيبتي عايزة أقولك فعلا موضوع غسيل الفراغ ده آه بيفرق جامد جدا طبعا وأقولك يعني حبيبتي شكرا لكي في كل حاجة على النظافة الله يسا وعلى معلوماتك الجميلة طبعا لما قلت لنا على محلول النقعة والفراغ فعلا بتتغسل بتتحطي لها لمون مش خل أيوة مزبوح تخلي وحش قوي يعني في ناس كتير بتحط خلي لكن لا وبرضو معلومة الثمان اللي بتغزى عليك آه عشان بيبقى فيه لحم فعلا آه زفر بيبقى زفر قوي فطبعا كمان موضوع التحينة بتفرق قوي وبتفرق مع البط والله فعلا يمو إستمنى جربتها حقيقي بتفرق ورائعة كتير فعلا وعايز أقولك كمان موضوع دي بس الرمان بيبقى رائع قوي رائع قوي كمان مع ورق العنب ده أنا مقدرش أستغنى عنه فرق العنب ده الزبط آه والله وانت اللي قلت لي المعلومات دي آه بصراحة أنا بعمله بدبس الرمان بيبقى رائع بدي له معلقتين بس مش كتير بس بيدي طعم حقيقي رائع بيفرق والله يا عظيمة بيفرق خالد طبعا طبعا يعني تسلام يا حبيبتي والله تسلام معلوماتك والله يعني انت أول انت علمتيني موضوع المستكة ده المستكة أنا ما باستغنس عنها والله يعني حتى في الرز بتفرق المرح بقى يقولولي طعم حلو أقولهم كتر خيركم والله شكرا لكم وتسلاموا يعني لا بجد والله هي بتدي طعم فعلا فعلا بتدي الرز كمان طعم حلو قوي صح الرز اللي بالشعرية أول الله بيت تسلامي يا حبيبي طعمي خصوصا الأبيض كمان كلك زوء والله يا مو إسلامي ما تحرمش منك أبدا تسلاميني كتر خيرك كتر خيركم الله يسعد قلوبكو دايما ويخليكو لي يا مو إسلام مرسي وما تحرمش منك ولا من يعني كلامكم الحلو ودعواتكم الحلوة وبجد شكرا حقيقي بتطبخوا بتجبروا بخاطري جدا بصوا كده حاضر هنحط بقى شوية فلفل كده ونتكلم برضه ده فلفل رومي عايزين أو فلفل حار بصراحة ده فلفل رومي بس اللي مش عايز يحط فلفل حار ممكن يحط فلفل رومي مفيش أي مشكلة خالص البصل مهم للبرد الناس اللي بيبع عندها برد يقول لك كل بصل يعني قطع البصلية والقعف عصيل لمون كده وكلها مع الفطار كلها مع العشا مع طبق عادسة مع شربة بيقوي صحة العيون تعارفين مية البصل دي دي بنعاية الدموع دي غسيل للعين فما تتضيقوش ما تقولوش تاخدوا حاجات عشان تقولوا مش عايزين ندمع على فكه دي غسيل للعين رائع طبيعي من عند ربنا فيه بروبيوتك بيعني يدعم قصة الجهاز الهضمي بشكل رائع مضادات أكسادة بتحمي القلب أصلا بينقي الدم من شوائب كتير بس طبعا كطره بيديق ناس كتير جدا فاحنا مش بنكسر يعني مش بنكسر منه لكن بنقول مهم والناس اللي ما بتحبوش تحسوا في الأكل استخدموه بودر يعني جففوه انتو هو طبيعي واستخدموه بودرة اعملوه انتو مش هياخد وقت منكو طويل وهيبقى مفيد وانتو عملتوا بصل حقيقي بصوا الطاجن ده رائع أنا بس هاخد بقى بقية التدبيلة الحلوة دي بسم الله الرحمن الرحيم لأنها فعلا طعمة مختلف بصوا بقى الشققين كمان الشقوق اللي عملناها في الدبابيس للناس اللي محب حاجات في الفرن صحية بتدي طعم يجنن اعملوا بقى شوية رز عايزين برياني جنبه أصفر بصوا واحسن بقى كمان لو حضراتكو نقعتوها من بالليل للصبح أو سبتوها ساعة بس في التدبيلة هتبقى رائعة هتدقوا طعم حقيقي مختلف شوفوا أنا حطيت معلقتين بس من دبس الرومان بس أنا قلت لحضراتكو إن أنا هحط معلقتين كمان في الآخر أهم بس وهدخل بقى الفرن وإحنا الحمد لله حطينا شوية لبقس بهم في القاعدة كمان من الزعتر ودلوقتي هستسمع حضراتكو ندخلها الفرن على حرارة 200 جو الفرن وهنشوف هي هتاخد لها حوالي 35 دقيقة كده تطلع كويسة إن شاء الله بإذن الله هنشوفها مع بعض وهتستمتعوا بيها جدا ممكن تبقى معها زي ما قلت لحضراتكو أنواع رز بسيطة وخفيفة رز أصفر رز بالكاري رز بالزعفران أي أنواع تحبوها رز كابسة أي حاجة من أنواع الرز دي من الوقت بقى إحنا ممكن نستسمع حضراتكو بعد ما خلصنا الوصفة بتاعتنا هنطلع لإستراحة ونرجع بعد الإستراحة نعمل صنف جميل برضو من الأصناف الحلوة هنشوف هو إيه بعد الإستراحة في انتظار حضراتكم